الترابط الشخصية دي اللي هي البرسوناليتي ديس اردر ده اللي بيندرج تحتها الشخصية النرجسية يعني هي مجموعة من الامراض او مجموعة من الاترابط واحد منهم الشخصية النرجسية طب يعني ايه برضو مضطرب الشخصية المضطربة دي ده مرض اه ده مرض نفسي وإحنا عندنا فيه دليل تشخيصي مكتوب فيه كل الامراض النفسية يعني الطبيب النفسي عشان يشخص امراض نفسية بيبقى عنده كتاب كده كبير الكتاب ده متأسب فيه امراض القلق فيه امراض المزاج فيه امراض الفصام فيه امراض اترابط الشخصية حلو اترابط الشخصية دي ليها سمات معينة يعني انت يعني بتحس فيه اتراب في السلوك بتاعه في طريق تفكيره طريق تكيفه مع الحياة عمتن فيها حاجة غريبة اه تلاقي دايما فيه شيء غير مريح في التعامل معي مش تبقى يعني للشخص العادي اللي مش دارس طب نفسي يقول لك فيه حاجة غلط في الراجل ده او في الست دي بس هو مش ما ظنش ان هو مريض نفسي بس فيه حاجة غلط هي ده الاحساس اللي بيجي لك ده هو ده من الدليل ان فيه احتمالية لاترابط الشخصية او لما بتتعامل مع الناس المضطربة في الشخصية دي بتحس ان احتمالا السبب يمكننا اللي بزعالهم اه لكن بتكتشف في النهاية ان المشكلة بتبقى فيهم هم اام الناس اللي عندهم انترابات في الشخصية دي ومشاكل في السلوك وفي الافكار اا اا والتعاملات بيبع عندها مشكل في شغلها وفي بيتها وفي كليتها وفي علاقتها ااا اا prender وهو لما بيشتكي بيجي يشتكي يقلك اا انا عندي اترابة في الشخصية واو مش عارف هو بيجي يشتهي لك انا مش مرتاح في الدنيا اا او يتهم الناس اللي حوالي انا امراتي مجنناني. انا انا مضغوط في الشغل. انا مش مستمتها بالحياة تماما. اه طيب اترابة الشخصية بيبدأ ايه من الصغر ولا يبدأ? ودائما بيبدأ من المراهقة كده وفترة الجامعة. دي بيبن بتتكون الشخصية بتاعت الانسان. اه فده الاترابة الشخصية. هل هل بتتقسم بقى اترابة الشخصية دي بنقسمها كلاستر اي بي سي. اه او الفئة الف والفئة به والفئة ته. اه 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 يعني تلات مجموعات. المجموعة اللي داخل فيها الشخصية النرجسية هي المجموعة بي او المجموعة به. اللي هي بتبقى بنسميها اتراب اه زو طابع درامي. هي دايما بيبقى حياته فيها دراما. طب هما انت قلت لي يعني النرجسية دي تحت مجموعة معينة. اه مين تاني في المجموعة دي? احنا في شخصية اسمها الشخصية الحدية اللي هي بوردر لاين بيرسوناليتي. فيه شخصية اللي هي الهيسترية. هيستريونيك. وفيه شخصية الانتي سوشيل. المعادية للمجتمع. الاربعة دول هما دول تبع الفئة به في انواع اترابات الشخصية. ودول بيبقى دايما حياتهم دراما. في مشاكل ده الشكل الاساسي للأعراض والمشاكل.